قليل ما يدرك الشيطان من العلماء ذكروا قصة أن إبليس أتى إلى عبدالقادر الجيلاني إمام من أئمة الحنابلة وفقيه من فقهاء باغداد صاحب الغنية فجاءه في المنام بأرش له نور وقناديل فقال يا عبدالقادر أحللت لك قال يا عبدالقادر أنا ربك أحللت لك ما حرمت على أمة محمد فقال اخسع عدو الله قال اخسع عدو عرف أنه إبليس قال اخسع عدو الله قال نجوت مني يا عبدالقادر بالمناسبة عبدالقادر من أئمة السنة والخرافات التي تزعم له وحوله هذه كلها من الأتباع وليست منه فهو بريء منها فقال نجوت مني يا عبدالقادر كيف عرفت أني إبليس قلوا كيف عرفت أني إبليس هذا العالم هنا يأتي دور العلم قال لي أنا قلت أنا ربك ولم تقول أنا إلهك والأمر الثاني كيف تحل لي ما حرمت على أمة محمد عليه الصلاة والسر والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقد أكمل الله الدين قال لقد أضللت بها سبعين من عباد بغداد يقول هذه الرؤية والحلم اللي جيتك فيه سبعين عابد أضللتهم فانتهكوا ما حرم الله عز وجل ظنّا منهم أن الله أوحى إليهم ذلك